اهلا بكم من جديد طرحت انفست كورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة التي تتخذ من مملكة البحرين ما قرر لها وارقة بحثية تتناول ابرز الفرص الاستثمارية الجذابة المتاحة في الهند والمدفوعة بظاهرة التحضر العمراني واصدرت الورقة البحثية بعنوان الهند المختلفة وهي عبارة عن فرص نابعة من مكاسب التحضر في الهند والاصلاحات الهيكلية وتقدم هذه الورقة البحثية او تقدم منظورا حول حجم التحضر في الهند واثاره وتحلل كيفية استعداد الاقتصاد الهندي لتحقيق نمو كبير على مدى العقود القليلة المقبلة على الرغم من التحديات التي واجهتها اخيرا ولفتت الورقة البحثية الى ان نطاق ظاهرة التحضر في الهند ماضيا وحاضرا ومستقبلا لم يسبق له مثيل اعلن مصرف السلام البحرين تقديمه الدعم لشركة او ام بي الشركة ريسنج العالمية المتخصصة في مجال توفير معدات السلامة لرياضة السيارات الاستحوادي على مجموعة بيل هلمت وبعد الجمع بين منتجات شركة او ام بي الشاملة وخوذات بيل هلمتس الشهيرة ستتميز المجموعة بقدرتها الفريدة عالميا على طرح اكثر من الفي منتج يمتاز بالتنافسية العالمية وسيكون مصرف السلام المدرج في برصة البحرين وسوق دبي المالي الشريكة المصرفية الرئيس للمجموعة في خططها لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الصخير بالبحرين لتشمل تصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات الشركتين ويأتي ذلك تأكيدا على دور البحرين الريادي والاستراتيجي في قطاع رياضة السيارات العالمي والآن نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الاسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد اقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.58% مغلقا التداولات عند مستوى 1593 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد تجاوزت كمية الاسهم المتداولة 4.296.000 سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 1.434.000 دينار تم تنفيذها من خلال 86 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 8300 نقطة على ارتفاع نسبته 0.11% وبالنسبة لسوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى 5079 نقطة بارتفاع او بنخفاض نسبته 0.25% لتكون الخاسر الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد اغلقت عند مستوى 2782 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.49% وقعت السعودية للكهرباء عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية بقيمة 9.55 مليار ريال بعد موافقة مجلس ادارة الشركة على ترسية المشروع الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة وسيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية اضافة الى التمويل الخارجي وقال رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان ان هذا المشروع يعد واحدا من اهم المشاريع التي تواكب بها الشركة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وتعكس مدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعم هذا التوجه قالت وزارة البترول المصرية انه جرى تحقيق كشف نفطي جديد بالصحراء الغربية في منطقة ابوستان وبدأ الانتاج بمعدل 7000 برميل من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا واضافت الوزارة في بيان ان الكشف جاء بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت انرجي مصر من حفر بئر استكشافية ناجحة واضحت الوزارة ان تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد ان المنطقة ما زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل تويوتا توقع عقدا لتشهيد وتشغيل محطة دحرجة سيارات ومركبات في ميناء شرقي بورسعيد في مصر اعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارى بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان ثماني دول في غرب افريقيا وفرنسا قررت القيامة باصلاح واسع للفرنك الافريقي الذي سيصبح اسمه الايكو وقال وتارى في مؤتمر صحفي انهم قرروا اصلاحا للفرنك يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى بينها تغيير الاسم والكف عن ايداع خمسين بالمئة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية اما النقطة الثالثة بحسب وتارى فتتمثل بانسحاب فرنسا من الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها وذلك حسب ما نقلت فرنس برس ويقضي الاصلاح بان المصارف المركزية لدول غرب افريقيا لم تعد ملزمة بايداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا اوليا قريبا جدا واضاف ترامب في فلوريدا انهم حققوا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف يوقعونه قريبا جدا واعلن عما يعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشهر الجاري في اطار ما ساعا لانهاء الحرب التجارية المستمرة بين اكبر اقتصادين في العالم منذ اشهر والتي ادت الى اضطراب في الاسواق ونالت من النمو العالمي وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الامريكية قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان تحالفا تقوده تيوتا تسوشو الوحدة التابعة لمجموعة تيوتا اليابانية وقع عقدا لتشييد وتشغيل محطة دحرجة سيارات ومركبات في ميناء الشرق بورسعيد في مصر واضافت ان التحالف سيقوم بتطوير وتشغيل لرصيف ميناء بطول 600 متر ومحطة على مساحة 270 متر مربع لاستيراد وتصدير واعادة شحن السيارات للأسواق والموانئ للدول المجاورة وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي ان الكونسورت يوم سيستثبر 150 مليون دولار في المعدات والبنية التحتية لتتمكن المحطة من التعامل مع 800 الف سيارة سنويا اضافة الى 233 مليون دولار سنويا مقابل امتياز التشغيل